احنا معتقدين ان الزهراء ماذا؟ معصومة للمو معصومة؟ بل بل سيدة العتراء الله 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 العلامة الالوسي عند عبارة في روح المعاني عند هاي العبارة ما ادري الاخوة لعله سامعيها مني على الفضائيات والقنوات يقول ايهما افضل عائشة امس فاطمة سيدة النساء يقول قد يقال ان عائشة افضل لان رسول الله قال خذوا نصف دينكم من الحميراء هذه حميراء اعزائي باعتبار انه هما يقولون كانت مثلا لونها شنو الى حمرة مو معنى اخر اللي يحاول البعض هذا معنى الرواية قال ما عندي شغل طبعا هما يقولون كل روايات الحميراء اللي فيها لفظة الحميراء ضعيفة تسند وساقطة فاذا لا يستدل احد بها فقط انا دعا نقول عبارة منه العلامة الالوسي حتى بكرا لان ادري هذا المباشرة الان راح يخرجوا بالفظاء يشوف شوان يستند الى رواية ضعيفة فاذا كان قال خذوا نصف دينكم من عائشة فاذا انصير افضل ممن ها من فاطمة لانه ورد عن عائشة الى اقل ثلاثة الاف رواية ولم يرد عن فاطمة الزهراء الا ماذا ها الا اربعة اربعين عشر مو مهم انظروا الى جواب العلامة الالوسي قال ابدا لماذا لم يقل ذلك في الزهراء لانه كان يعلم انها سريعة اللحاق به هو اخبر بانه اول من يلحقني من اهل بيت من فلهذا فرحت بكيت ثم فرحت وسرت ولو كان يعلموا انها تعيش من بعده طويلا لقال خذوا كل دينكم من الزهراء التفتوا اعزائي هذا فدعالم سني كبير دا يقوله لماذا يقول فان قلت لماذا قال لانها من العترة الذين اذهب الله عنهم الرجس اهل البيت وطهرهم ماذا تطهيرا او حديث الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي بل التفت الى العبارة اللي في العترة منه اكو اكو علي مولانا بل هي السيدة العترة هذه سيدة النساء التفتوا هذه احنا اعتقادنا في الزهراء سلام الله